موسيقى اهلا وسهلا بحضراتكم وكل سنة وانتوا طيبين وبصحة وسلامة وخير ورمضان كريم نستأنف مع رجال صدقه والدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهري الشريف ومستشار السيد الرئيس الجمهورية للشؤون الدينية ازاي حضرتك يا دكتور؟ ازاي الحال كل سنة وطيب وحضرتك بصحة وسلامة وخير قل يا سيدي قل النهاردة هنخط الرحال فين بقى احنا النهاردة سنضع الرحال في أرض سوريا الشقيقة ونختار شخصية اليوم شخصية شديدة التميز حتى بين الرجال الذين صدقوا يعني هو شمس شديدة التميز والتألق بين الشموس بين شموس الرجال الذين صدقوا وهي شخصية الإمام الكبير الشيخ المحدث الأكبر بدر الدين الحسني بدر الدين الحسني اسم في وجدان أشقائنا الكرام في سوريا شديد الضخامة جدا 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 فوق الوصف يعني يعدل عندهم أجيال كاملة من العلماء مما يدل على أن القضية ليست فقط علم ليست فقط معلومات إنما هي مواهب منح تجليات إلهية هالة من الطاقة حال نفسي قبول يلقيه الله جل جلال لهذا الإنسان لأنه في جيله وقبله وبعده من درسوا العلوم وقد يكونوا أوسع وأعمق أي مكان لكن يبقى هذا الإمام الذي نجح أن يحفر في وجدان السوريين أثر شديد العمق الإمام الكبير عايزك سؤالنا دكتور دروني المعنى اللحاج بتتطرق إليه الآن نعم هو إيه اللي بيفصل تاريخيا وحضرتك إحنا انطلق برنامجنا من جمهورة علماء الأزهر نعم اللي فيها مئات وألاف العلماء نعم ومن دراسة حضرتك لقرود الإسلام وعلماءها وطبقتهم في رأيك إيه اللي بيفرز أشخاص يكونوا هم الليقين على حركة التاريخ الليقين على مكانه كرسيه إيه اللي بيفرز ده حد عن أقران كثيرين ربما يتساو معه في السيرة أو في التحصيل العلمي طيب شوف هي يعني ليس لها تفسير محدد يعني الخبراء في علوم مختلفة ممكن يسموها الكارزمة ممكن يسموها المقدرة على التأثير المقدرة على التواصل الجماهيري الشعبوية ممكن يفسرها بتفسيرات من هذا القبيل أنا في منظوري وفي منظور الدارسين لعلوم الشريعة نسميها الفتح نسميها القبول نسميها التوفيق نسميها يعني الموهبة كم من العلماء الأجلاء الأكابر ممن عكفوا على خدمة العلم لكن يبقى سلطان العلماء العز بن عبد السلام شديد يعني شمس ساطعة لأنه خرج بأثره العلمي من أن يكون مدرس للعلم إلى أن يكون ملهم للمجتمع وملهم للمجتمع على مستوى رئيس الدولة ومستوى الوزراء والأعيان ومستوى العوام يعني أشبع وجدان الكل كان أوسع من توقع الكل يعني كلما أرادت شريحة مجتمعية من رئيس الدولة إلى أبسط إنسان كلما أراد واحد أن يقوم بواجبه الوظيف على الوجه الأكمل يجد العز بن عبد السلام يسبقه بخطوة ويلهمه في موطن الحيرة فيقع له المهابة والإجلال والقبول والاحترام عند الكل ويبقى كلمة اتفاق قبله الليث بن سعد الذي كان إمام المصريين ومحدثهم وحافظهم ومحتشمهم ووجيههم وثريهم والذي له الكلمة العظمى عند خلفاء الإسلام في بغداد وعند ولاة مصر وعند القضاء وعند المفتين وعند العوام حالة بتحصل للإنسان يعظم الله فيها من الإفادة بعلمه ولذلك كانوا يقول ليست العبرة بالمعلومات العبرة في العلم بما نفع وكانوا مشايخنا يقولوا كده ربنا يرزخك العلم النافع مش مجرد معلومات تقولها وتعود في الدرس ترص معلومات وتسمع معلومات وقد يكون بحر علم ثم لا ينتفع به لا ينتفع به أحد يحرم أن ينتفع به الناس الشيخ بدر الدين الحسني من قمم الرجال الذين صدقوا واسمح لي أن أنا عايز أعدي بسرعة على ملامح في حياته وعايز أتوقف عند شهادة بعض علماء عصره له الإمام الشيخ بدر الدين الحسني ولد سنة 1267 هجري في دمشق توفي والده هو في سنة 12 والده كان من كبار العلماء وله شأن عجيب اعتنى به العلماء فحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية ثم نزل إلى مصر فالتحق بالأزهر الشريف وانتفع بالإمام الشيخ الأشموني رفيق والده وتلقى على الإمام برهان الدين السقة وصار طوال عمره إذا سئل الإجازة في العلوم يقول بما أجازني برهان الدين السقة إلى أن مات حتى ظن عدد من العلماء أنه لا أستاذ له إلا برهان الدين السقة مما يدل على أنه الشيخ بدر الدين الحسني مع التبحر العلم المهول الموصوف عنه كأن برهان الدين السقة وقر في قلبه بصورة ملكت وأسارت من من جاءوا من ده ملمح وفاء ده ملمح وفاء وإكبار واندهاش من أستاذه اندهاش مستمر إلى آخر الأمر كان الشيخ عبد الفتاح أبوغدة لما تتلمذ لشيخه محمد زاهد الكوثري كان يقول ما لقيت عالما قط وباحثته في مسائل إلا قلت يمكن أن أكون مثل هذا بعد سنة بعد سنتين بقراءة علوم معينة قال حتى لقيت محمد زاهد الكوثري وباحثته فلما باحثته قلت أما هذا فلا ده لا أطمع أن أكون مثله فيه من الآن الإمام البخاري كان يقول ما استصغرت نفسي بين يدي أحد قط إلا بين يدي علي بن المديني شيخه وأستاذه فيبدو أن في كل طبقات العلم يبقى بالنسبة للإنسان واحد يقابله يقع منه موقع مهول يملك عليه فؤاده يملك عليه فؤاده نعم نعود إلى أفئدتنا التي هي بحاجة إلى أن تملك بسيرة الشيخ بالرجال الذين صدقوا نعم بإذن الله ورجلهم من رجال صدقوا فابقوا معنا بعض الفاصل أهلا وسهلا بحضرتكم والشيخ محمد بدر الحسني وسوريا كنا بنتكلم قبل الفاصل في من يأتي إلى الأزهر الشريف ويرجع فيظل طوال عمره مأخوذا بشيوخه من الجيل التالي لبدر الدين الحسني من علماء الشام الشيخ محمد جميل العقاد وأنا أجمع معالم حياته وسيرته وقعت لي عجائب يعني تستحق حلقة مستقلة جميل العقاد جاء ودرس في الأزهر ثم رجع درس في الأزهر عشر سنوات ثم رجع فظل إلى أن مات لا يستفتح درسا قط إلا وهو يصدره بمناقب شيوخه محمد بخيت المطيعي والشيخ يوسف الدجوي من كبار علماء الأزهر يبدو أنه أحب هؤلاء حب فوق الوصف حتى بلغ من تمكن هذا المعنى في قلبه أنه رزق ببنت فسماها أزهرية من شدة ما ملك قلبه من محبة الأزهر الشريف رأوا شيئا يعني يعني مشرفا في العلم نعم عايز تقول هذا أهلنا في سوريا في المساجد نعم وهم بعد الصلاة فيه درس في خطبة الجمعة وطلاب العلم لما ينشأوا على مشيخهم وما بيتكلموا كده عن مصر وعن الأزهر بيحصل إيه في عموم الناس وفي وجدانها بيحصل أن كل حاجة بتوضع في مكانها الصح أن النقاط توضع فوق الحروف أن الميزان يستقيم وفي نفس الوقت إذا كان بدر الدين الحسني بهذه الصورة من إجلال شيخه برهان الدين السقة يأتي قرينه الشيخ محمد بخيط المطيع اللي احنا بنعتبر مش احنا بس كل من من درس العلم من أجيال شيوخ بخيط المطيع وأقرانه وتلاميذته يقولوا لو كان في عصرنا هذا مجتهد بحق كأبي حنيفة والشافع فمحمد بخيط المطيع محمد بخيط المطيع قرين بدر الدين الحسني اللي احنا بنتكلم عنه وسافر مرة وتوفه في سنة واحدة مع بعض 1354 هجري 1936 ميلادي سافر الشيخ بخيط المطيع الإملاق الإمام المهول ده وجلس في الجامع الأموي في دمشق مع قرينه الشيخ بدر الدين الحسني اللي هم الاثنين تربوا على شيخ واحد في الأزهر فلما جرت بينهما مباحثة طال فيها الكلام تم الكلام فأهوى الشيخ محمد بخيط المطيع على يد قرينه الشيخ بدر الدين الحسني يريد أن يقبلها الله ده هم الاثنين تلمزة شيخ واحده ده إمام ضخم جدا الشيخ بخيط المطيعي لكن يبقى الشيخ بدر الدين الحسني شمس سطعة ويبقى منكسر ومتواضع أمام شيخه برهان الدين السطعة رجال صدقوا علشان أجري بسرعة في الكلام أنا بقول أن الشيخ بدر الدين الحسني أكبر من أن يكون مجرد عالم أثره أكبر من أن يكون أثر عالم بهر الناس بعلومه بل إن الحق سبحانه جمع القلوب حوله وألقى عليه جلالة ومهابة ورهبة مع طول عمر حتى صار علماء الشام كبارا وصغرا تلامذته مع ارتفاع المكانة عند الحكام وأهل الدنيا حتى يقولوا في تاريخه كده حتى لو أراد الملك لكان أطوع إليه من بنانا فدي برضو إشارة أخرى لكل تارة التطرف اللي تقاتل وتراضل للوصول إلى الحكم وتصدر الآيات والأحاديث وده شيخ الإسلام في زمانه ولو أراد الحكم والملك لكان أطوع له لكنه ظل منزويا في حجرة في الجامع الأمو في دمشق بيقولك خرج مرة إلى بعض المدن زائرا بعيد عن دمشق فلما كر راجعا إلى دمشق اصطفت الخلائق مسافة ساعتين عن يمين الطريق وعن شماله حتى قدر الجامع بمائة ألف إنسان من إجلال الناس لمدر الدين الحسني عرض عليه العامة أن يبايعوه بالخلافة والثورة ضد الاتحاديين في الحرب العالمية الأولى فزجرهم وعاد إلى عزبته وانزوائه في حجرته في الجامع ورية طليل بايع بالخلافة بكل شيء مر بما تشاء التلميذ الشيخ عبد الواسع الواسع صاحب كتاب الدر الفريد في متفرقات الأساني من كبار علماء اليمن ودرس زيه في الأظهر الشريف ثم رحل إليه في الشام شوفي قول إيه وكان أما درسه العام فهو يدرس عقيب صلاة الجمعة والصلاة في أول وقتها وبينها وبين صلاة العصر ثلاث ساعات ويمكث دائما في حال الدرس ثلاث ساعات إلى أذان العصر في الجامع الأموي ويحضر لسماع درسه من الناس ألوف ولا يظن السامع إلا أنه يملي من كتاب دون توقف في حديث أو تمثيل أو عبارة مع حسن القاء ولقد سمعت المدرسين والوعاظ في بلدان كثيرة فما رأيت مثله قط محققا في جميع العلوم العقلية والنقلية نعم فإن أكابر العلماء المصريين كالشيخ محمد بخيت والشيخ يسف الدجوي إذا تكلموا في موضوع في أي فن كأنه ينزف من بحر ومن سمعهما يقول إنه ليس لهما في الدنيا نظير مع أن بينهما وبين الشيخ بدر الدين بونا بعيدا أنا زرت الشام مرات 2007 و2008 وجلست بين يدي أستاذي وشيخي الشيخ أحمد الحبال المعمر 120 سنة توفي رحمة الله عليه وكان تلميذ الشيخ بدر الدين الحسني وحضر دروسه سنوات طوال فلما جلست عنده أنشدني بيتين في مدح شيخه بدر الدين الحسني ومن لسانه حفظت البيتين على الفور يقول يا عالما جل قدره ومن حكى البحر صدره الدين أعلى سماء وأنت لا شك بدره ختام القول أدي صورة للشيخ بدر الدين الحسني أدي صورة تانية ليه أدي صورة تلتة ليه نشرت في تاريخ وفاته مع توفيق بيك طارق أدي يقولك في الصورة أهوه يتحدث إلى الفنان الأستاذ توفيق بيك طارق فنان كان رسام ودرس المساحة والهندسة في فرنسا توفيق طارق وكان من كبار رجالات سوريا صورة لكتاب ألف عنه أهوه المحدث الأكبر شيخ شيخ الشيخ الشام بدر الدين الحسني وأثر مجالسه في المجتمع الدمشقي كتاب تانية ألف عنه أهوه ترجمة الشيخ بدر الدين الحسني لمحمود رشيد العطار كتاب تانية عنه أهوه محدث الشام بدر الدين الحسني بأقلام تلامذته وعارفه كتاب رابع عنه أهوه المحدث الأكبر بدر الدين الحسني وأثره في النهضات العلمية في بلاد الشام ثم صورة ابنه تاج الدين الحسني الذي تولى رئاسة سوريا من سنة 41 لسنة 43 ودي صورة تانية لتجي الدين الحسن الرئيس سوريا وبعده تولى شكر القوات لرئيس سوريا سنة 43 ودي صورة لتجي الدين الحسن على طابع بريد في دمشق الشام الإمام الكبير بدر الدين الحسني في وجداني وفي وجداني كل من يعرف معنى الفلم من سادات الرجال الذين صدقوا رحمة الله عليه رحمة الله رحمة الله ورضي الله عنه ورضي الله عنه بلا شك غدا إن شاء الله عالم جديد ودولة جديدة ونحط رحالنا فيها إن شاء الله في الغد موسيقى موسيقى موسيقى